السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان ما يحلاش بقى إلا بطبق فول على الصحور تعالوا نعمله في البيت بقى أسهل طريقة وبنوفر فيه كتير جدا عايز أقول لكم من كيلو فول واحد بس عملت الكيمية دي كلها هتكفي معايا 16 يوم في رمضان إن شاء الله تخيلوا بقى أنتوا 60 جنيه عملت كل الكيمية دي لو كنت اشترتها مبارا ما كنتش هاشتريها بقى أقلم 120-130 جنيه تعالوا نشوف هنعمله إزاي بس قبل ببتدي الفيديو وتنسوش تفعله الجرس عشان ما نحسش أنت عابنا راحة الفاضي يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تدميز الفول حاجة سهلة جدا ومش عارفة ليه بنشتريه من بره وهو أصلا مش بياخد معنا أي مجهود ولا أي تكلفة أول حاجة أنا جبت كيلو من الفول أهم حاجة أن الفول يكون بلدي ده بيفرق جدا لأنه مش بيبقى القشرة دي بتستوي معاك وبتبقى حلوة مش زي الفول التاني اللي هو الفول المستورة ده أنا مبحبوش بصراحة أنا بحب الفول البلدي بحب أجيبه كده وبعدين لو فيه أي حباية كده مش نظيفة بنشالها وبعدين أبتدي بقى أضيف عليه مية وأسيبه يتنقع شوية يعني المدة كده متقلش عن ساعتين تلاتة من زودش عن كده في ناس بتنقعهم بالليل بس ده مش هيفرق كتير في التسويه فهو بس ساعتين تلاتة يتعمل يتنقع وبعد كده أخسله بقى كويس بعد من قاعده وبعدين نصف المية دي وحط مية بقى نظيفة وفي المرحلة دي ممكن من نحطش مية سخنة نحط مية عادية جدا من حنفية بس تشين مرحلة تانية منفعش نحط فيها مية عادية بعد كده بقى أهم حاجة ان الفول يبقى في ربع الحلة كده مثلا أو اللي عندك الفوالة وبعدين الباقي مية بس بسيب زي صبع كده عقلتين من الصبع كده بسيبهم فضيين لأن الفول بيطلع على الوش وبعد كده حطيت بقى جزرة طمط مية الحاجات دي بتفرق في الورن الفول وبعدين معلقتين ثلاثة من الزيتة على الوش وأسابهم بقى على النار يبتدوا وعصار تلوسة لمونة أسابهم بقى على النار يبتدوا كده يغلوا شايفين ابتدى الفول يطلع على الوش ازاي لحد مرحلة معينة وهينزل تحت فقاع الحلة أول بقى ما يبتدي يستويك كده لو حزيتوا ان المية قلت منه بس أهم حاجة زي ما قلتلكم لازم نهدي النار تماما لازم تبقى أول ما يبتدي يغلي نهدي النار خالص ولو حزيتوا ان هو محتاج مية ممكن نزوده شوية مية في المرحلة دي بس لازم المية تبقى سخنة ما ينفعش نحط مية سقعة في المرحلة دي عشان هيبقى معاكي حيقلل في عملية التسوية وبعد كده بقى شايفين أخد اللون الجميل ده طبعا من الطماطم من غير ما حط بابريكيا ولا حط الفلفل بقلي والحاجات دي خالص ما حطتش أي لون وهو أخد اللون الجميل ده من الطماطمية اللي أنا حطتها والجزرة وشوية العلس طبعا وشايفين بقى الفول حبة الفول طالع عاملة ازاي وبعد كده بقى أهم حاجة ان احنا نسيبه يبرط تماما برضو قبل ما نحطه بقى في الأكياس بتاعتنا ونشيله في التلاجة يتساب بقى يبرط كده لتاني يوم وهو على فكرة ما بيغمقش ولا حاجة يعني هو بس الطبقة الوش هي مش بتغمق قوي بس أهم حاجة ان احنا ما نعريش عليه الغطى خالص يعني نسيب الغطى متغطي كده طول فترة التسوية سيبوه على النار ما تقلقوش منه يعني هدوا النار وتأكدوا ان فيه مياه زيادة واسيبوه بقى على النار براحته ما تقلبوش فيه ولا ان انتوا تفتحوا كل شوية لان كل ما تفتحوا الهواء يدخل جواه فده اللي بخليه سود معنا فعشان كده لازم نسيبه متغطي كويس جدا ومنسيبش الغطى متعري وبعدين نسيبه بقى نهد النار عليه وننسيه يعني بيقعد حوالي معايا ست سباح ساعات كده وانا مهدية النار خلص شامعة لحد ما استوي شايفين بقى عامل ازاي يعني زبدة بجد طلع حلوة قوي ومشاء الله استوى تماما احط عليه بس شوية بقى من الكمون وشوية من الملح وعصير اللمون ويا سلام بقى عليه بشوية الطحينة ده اساس الفول بقى وانتوا بداعوا فيه ناس بتحبه بصدججق وفيه ناس بتحبه بالبصرمة وفيه ناس بتحبه بالبيت اعملوا زي ما انتوا عايزين المهم من الاساس موجودة عندكم وكميته يعني كمية معقولة وفي نفس الوقت بمبلغ قليل فيعني اعملوه في البيت وما تشتروهوش تاني مبارا لان فعلا هو موفر جدا في البيت احسن من برا بكتير وطعمه كمان بيبقى احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه من برا وكمان كفاية نظافة يعني ان انت عامل حاجة نظيفة في البيت ومش محتاجة ان انت نأكد عليك ان احنا لازم نعمل كل حاجة بادينا في البيت عشان الظروف اللي احنا فيها دي لازم نوفر وكده بقى احلى طبق فول ممكن تاكلوه يعني عايز اقولكم ان طبق الفول ده ممكن تجيبوهوه برا بعشر خمسطاشر جنيه هو ما اكمل ان ما اخطتش معايا اصلا تكلفة خالص كده بقى ابتديت ان انا حطه في كياس بالشكل ده بس زي ما قلتلكم لما يبرد خالص نحطه بقى في كياس التلاجة على قد الاكلة يوم بيوم يعني ما نحاولش ان احنا نزود يعني انه نطلع كده يوم بيوم بيبقى زي كانه فريش كده ما بيبقاش بقى ايه بايت في التلاجة ويبقى طعمه مش حلو كده بقى جاهز عندي الفول ان انا حطيته في كياس وبعدين نحطه بقى في الفريزر ونطلع بقى كيس بكيس كده وبالهنة والشفة كل سنة وانتوا طيبين شايفين بس كمية الفول انا على فكرة الكياس ديت مفيهاش مية يعني هو كيس فول بس انتوا لو اشترتوهم برا ده يعني ممكن تشتروه بتمانية جنيه وبعشرة جنيه كمان لان اللي احنا بنشتريه بخمسة وبستة ده بيبقى كله مية بيبقى حبايتين بس من الفول والباقي كله بيبقى مية عشان كده بقى وفاري وعملي في البيت وان شاء الله كده رمضان يبقى حلو علينا جميعا وربنا يبلغنا رمضان ويبلغنا ليلة القدر اللهم امين يا رب ومن ننساش بقى اخواتنا في فلسطين ندعي لهم في الايام المفترجة دي ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم ويشفي مرضاهم اللهم امين يا رب وكل سنة ونتوا طيبين ومن ننساش بقى اللايك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته